لا، أنا لازم أكون في اسكندرية دلوقت بدري ده مش سهل يعني ممكن يزبقني على اسكندرية عشان يشوفني وصلته ولا لا نتاليش مصر سهب الزبط وتكوني هناك كنت يسبتيني لغاية ببكر على الأقل كنت طمنت واتطمنت تطمنت يا نايمة طول ما أنا جنبك لازم تطمن لا أنا ما حبش اللف والدوران أحب كل حاجة تبقى على عينك يا تجر ودغري إنما تلقفوني البعض لا ما يكونش بقى معايا طبيعي دي اللي ما يكونش معاك أنا عايزة أفهمك إنها صامة مو أقع على ششته فاهمك أي حد بيشوف نايمة بيقع على ششته كل الناس بتحبيني وتعجب بي وأنا بس اللي أشاور وأقولي ده آه وده لا إحنا بقى عايزينك تقولي البدري كفاية قوي لحد كده ماينفعش ليه؟ كده لازم بدري هو اللي استكفى ويقولي كفاية أنت خايفة منه؟ آه، خايفة منه خايفة؟ واضح إن أنت مش عارفة أنت بتتعاملي مع مين لسه نايمة أولا يا إخوية لسه شفت أمارة أهو كله كلام مبررم بررم وخلاص بقولك إيه؟ عشان أجيب لك من الآخر كده أنا قاعدة مع بدري مش عشان بحب لأ عشان بدري دهر وسند لي وبعدين أنا مقدرش أرمي نفسي في النار من غير يعني ما أفهم إيه لها يحصل أنت زي تتكلمي معنا بالطريقة دي عشان أنا يحتزى البابور بهاب كده من بعد اللي جارلي في البلد اللي إلهي ما حد يتهنى فيها يا رب هاتي من الآخر يا نايمة من الآخر كده أنا مش هتطلق وبعدين يعني أنا عايز أفهم كده أنتوا الاتنين شغلانتكوا إيه؟ تكونوش يعني بتوفقوا راسان في الحلال؟ لا أنا ماليش في الشغل الشمال ده ومين اللي قالك إن إحنا شغلنا يمين أساساً؟ وعشان أنا شغلي في الشمال أنا جبت كنتي بالذات أتكلم معاك يا نايمة ولا أوعي تكوني فاكرة إن أنا سايبك عمالة هفلتي وتعلي صوتك وتتكلم وأنا مش عارف أصلك إيه؟ لا أعوى بقى ده أنا شبشي بيعنظف من أي حد في البلد يا أخبار سجن ده منهور سجن ده منهور؟ أنا سمعت إن هو سجن صعب قوي خصوصاً على برستات بس في تالي مش صعبة عليك يعني على الدخلين وخارجين عليك إنه محطة ولا يا أنا عيمة إنت متأكد إن أنت عاوز تشوف الويت؟ مش عاقدت عليك وأقول لك إنه مش هو ده اللي جايبني إنت شفت ريتال؟ شفت ريتال ناشفة وجامدة ما تخافيش عليها آه طبعاً ريتال طيبة وغلبانة واللي يمشي وراها يبقى عاوزة تسند غصبن عني يا زينب هو إيه اللي غصبن عنك يا مروان؟ اللي عشته واللي ماشيت فيه عارف يا مروان، لو كل واحد غلط وقال غصبن عني كان زمان الحكاية خلصت وتحلت مش ده جزدي عارف إيه الحل اللي إنت فيه يا مروان؟ انتي، انتي يا زينب في فرق لما بتكون صادق ولما بتكون مسدق نفسك أنا عاوزة بس ان انت تقعد مع نفسك شوية وتفكر وتفكر الكلام والأحاسيس ان انت كنت بتحاول توصلها لي دي صح؟ ولا كنت بتستنعها انت عامل زي اللي رفض حياته كلها وكله لما بيجي يهرب بيلا نفسه ان هو منذب بحاجات لازم يعملها بس مش قادر ولما بيتزنق بيقول نعم وبيقول حاطر بيحاول حاسس نفسه ان هو سعيد بس الناس ان هو بيزلم معها ناس كتير جدا أنا أول ما كدبتها ليك يا زينب انت حبيت فريدة يا مروان الله يرحمها فريدة مسكينة كانت بتحبك قوي وكانت مستعدة تعمل عشانك اي حاجة كانت بتشوفك بعيون اللي بيحب ولي بيحب ما بيشوفشوا عيوب اللي بيحب انا عوزك توعد مع نفسك كده شوية وتحاول تلاقيها كويس جدا وانا عارفة متأجدا ان انت ساعة ما تلاقيها هتعرف انت عاوز ايه بالصد وعاوز تبقى مع مين انت كمان نسخة من البيت الكبير وقال عنه انت كمان لازم تتحرك 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة